لنثبت أن الميت يسمع ما حوله بعد الوفاء ويستمر ذلك لساعات وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن هذا الموضوع دعونا نتأمل طبعا أظهرت دراسة حديثة نحن نرى أمامنا الآن هذا الدكتور سام بارنيا وهو أحد المتخصصين بأبحاث ما بعد الموت لقد أظهرت دراسة كندية أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة Canadian Journal of Neurological Science أن دماغ الإنسان يمكن أن يستمر بالعمل عشر دقائق إضافية بعد وفاة الجسد بعدما كان الاعتقاد يقول بتوقف الأعضاء كاملة بعد مفارقة الحياة ورصد مجموعة من الأطباء الكنديين نوعا من الموجات في أدمغة أشخاص فارق الحياة وتوقفت قلوبهم عن الخفقان رصدوا هذه الموجات التي تستمر لدقائق بعد الموت وفي عام 2008 قبل 12 سنة تقريبا أعلن جراح جراح العصاب الشهير ابن أليكسندر أنه عاش عمره وهو يستبعد وجود حياة بعد الموت وهو ينكر أي حياة بعد الموت ولكنه عندما عاش تجربة حقيقية وهي التجربة قريبة من الموت أغمي عليه لأيام ثم عاد للحياة ألف كتابا اسم هذا الكتاب دليل على وجود الجنة أكد فيه وجود حياة بعد الموت الدراسة أيها الأحبة التي قامت فيها جامعة ستوني بروك وهذه الجامعة في نيويورك والدراسة كما قلنا نشرت في نوفمبر 2018 حيث حاول الأطباء من خلالها اكتشاف ما يحصل للإنسان بعد الموت من خلال تصوير الموجات الدماغية التي تنطلق من دماغه بعد الموت طبعا هذه الدراسة نشرها موقع Live Science وتقول بأن وعي الإنسان يستمر لفترة طويلة بعد وفاته وقالت الدراسة المخيفة حقيقة أن الشخص عندما يموت فإنه يدرك لحظة موته وما بعدها لأن دماغه يستمر في العمل مما يمكنه من إدراك ما يدور حوله وأوضحت الدراسة أن وعي الإنسان يستمر بعد توقف القلب تماما وأن الدماغ يبقى في حالة عمل ويستمر ويستطيع الإنسان أن يسمع من حوله ولكنه يصبح حبيسا داخل جسده لا يستطيع أن يعبر أو لا يستطيع أن يكون له أي رد فعل على الرغم أن دماغه يعمل والقلب متوقف وهو ميت عمليا وهناك كثير من الناس الذين مروا بتجربة الاقتراب من الموت كانوا على وعي كامل بما يحصل حولهم والدكتور سام يؤكد أن كثير من من يموتون يبقون في حالة حياة بعد الموت ربما لساعات طويلة ويقول أن أشخاصا نجوا من السكتات القلبية عفنا الله إياكم تمكنوا من توصيف ما حدث معهم بعد توقف قلبهم بشكل كامل عن العمل وأضاف أنهم لا يتحدثون عن مشاهدة أطباء وممرضين وهم يعملون ويصفون وعيهم التام ورؤيتهم للأشياء من حولهم التي قد تكون غير مألوفة من قبل ويشرح الدكتور بارنيا هذا العمل بقوله في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن العمل فإن الدماغ يبقى يعمل للحظات أو لساعات طويلة وهذا ما يؤكده بحث جديد من جامعة شيغان تؤكد أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة وعندما قاموا بدراسة معمقة لهذا الموضوع وجدوا أن الدماغ يصدر إشارات من منطقة هي المنطقة البصرية في الدماغ كدليل على أنها تعمل سبحان الله يعني تسعى الدراسة التي قام بها الدكتور بارنيا إلى معرفة ما يجري داخل الدماغ بعد أن يتوقف قلب الشخص عن العمل ويؤكد هذا الدكتور أن الإنسان يبقى يستمع لمن حوله وهو يقول بالحرف الواحد ما يثير الفزع في هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يفارقون الحياة يمكن أن يسمعوا الأطباء وهم يعلنون نبأ وفاتهم يعني شيء غريب بالفعل سبحان الله أن هذه الدراسة تصدر من أناس أصلا غير مسلمين أنهم يعترفوا بوجود حياتهم بعد الموت ويعترفوا بأن المخ البشري يستمر بالعمل بعد الموت وهو ما يعني أنك ستعلم بموتك يعني وأنت تموت شيء غريب سبحان الله كل الأبحاث السابقة التي ذكرناها والتي طالما قال الملحدون إن الإنسان بمجرد أن يموت يتحول إلى لا شيء أو إلى تراب سبحان الله هذه الدراسة منشورة في نوفمبر 2018 يؤكد الدكتور بارنيا أن نسبة الوعي في الأدمغة وهناك أجهزة طبعا تقيس هذا الأمر يقول أن الميت يسمع بعد الموت أريد أن أتساءل الآن أيها الأحبة هل يمكن للإنسان أن يعيش في القرن السابع الميلادي قبل 14 قرنا أن يعلم هذه المعلومة حتى المشركين كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا كانوا ينكرون أن الميت يسمع حتى عام 2018 عندما أعلن الدكتور بارنيا عكس ذلك وقال أن الموت يسمعون هناك لدي حديث معروف في معركة بدر عندما قتل الصناديد قريش في غزوة بدر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم وهم موتة فجعل عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا وجدنا ما قد وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها يعني أنت يا رسول الله تكلم أناس ميتين انظر يا أخي الحبيب ويا أختي الكريمة انظر أيها الملحد يا من تنكر هذا القرآن وقوة هذا النبي الكريم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يقسم عليه الصلاة والسلام لأن هذا أمر عظيم يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده ما أنتم أسمعوا بالذي أقول منهم طيب نبي كريم في القرن السابع الميلادي يقول إن هؤلاء الموتى يسمعون ما أنتم بأسمع منهم لما أقول والعلم الحديث عام 2018 يقول إن الميت يسمع ويبقى هذا لساعات أو ربما لأيام وهذه دراسة حديثة جدا ولا زالوا يبحثون في هذا الموضوع طيب بالله عليكم هل هذا النبي يصح أن نقول في حقه إنه نبي كاذب أو يفتري على الله الكذب أو كان يأتي بالأساطير النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث موجود في الصحيح أيضا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرع نعالهم يعني صوت أقدامهم وهم يذهبون من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع ومن الذي أمره بأن يصدع بهذه الحقيقة أمام الناس عليه الصلاة والسلام ولماذا استغرب سيدنا عمر بن الخطاب لأن الثقافة السائدة في زمن قريش أن الميت لا يسمع فأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع وأنتم لستم بأسمع منهم والعلم الحديث يثبت أن الموت يسمعون بعد الموت طيب أنا أريد أن أتساءل ألا تعتبر هذه الحقيقة الطبية على أنه رسول الله أو كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته